أغضبني أغضبني وأسار غضبي وضيقي وحيقي أن يفكر البعض خارج مصر شخصيات لا نعلمها وشفت فيديو لشخص غير مصري بيقول أنا جاهز لدفع الدية ديت إيه؟ أولا قانون المصري لا يوجد فيه مصطلح الدية بالمناسبة القانون المصري لا يوجد فيه مصطلح الدية يعني لو أنت قتلت واحدة ودفعت ديتها كده تاخد براءة؟ لا مفيش براءة هذا في القتل الخطأ يأتي أهل المتوفى ده قتل خطأ مشيت بالعربية وأنا خرقت فأنت بتجري فقبضتك هل أنا قاصد؟ لا والقرآن حددها صيام شهرين متتابعين وضيتهم مسلمة لأهلي بس خلاص لكن أنت جاي لقولك ندفع دية ماشي بنقول لهذا الشخص غير أن القانون المصري لا يعترف بالدية في جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد حتى لو أهل النيرا قابلوا الدية فإن هناك حق للمجتمع حق للمجتمع تترافع نيابة عن هذا المجتمع النيابة العامة إذن وكيل النائب العام وهو بيترافع وبيدعو المحكمة لأنها تصدر حكمها العادل بالإعدام شمقا بحق قاتل نيرا فإنه لا يتحدث بصفاته الشخصية أو الوظيفية ولكنه يتحدث وكيلا عن المجتمع المصري وبالتالي بنقول لهذا الشخص اللي بيتكلم له جهة غير مصرية يا سلام وإيه يا أخويا اللي حابقك كده من إمتى أن فيه ناس بتتبرع بالملايين لإنقاذ حسب كلامه روح قاتل هو قريبك طب تعالي أقول لي ده ابن خلتي تعالي أقول لي أنا جوز عميته تعالي أقول لي أي عاجة تعالي أقول لي ده صديق عمري أنت لا تعرفه يبقى هذا الفيديو علينا أن نتوقف أمامه من الذي يريد أن يحدث بلبلة في قضية رأي عام ده أولا ثم أن يخرج أحد المحامين المشهورين ويقول تواصل معي رجال أعمال من الخارج لم يحدث جنسيتهم وعرضوا علي الملايين للترافع عن هذا القاتل للآثم وأنا أقول للآثم لسبب بسيط وهو قاتل لأن هناك حكم محكمة صدر أمس حتى ولو كان حكم قابل للنقد بالإعدام شنقا وصدقت عليه المحكمة وفضيلة مفتي الديار المصري فمين الشخص اللي عمال يرمي الملايين ولما الملايين كتيرة دي ما تيجوا ترموها لفقراء المسلمين في كل دول العالم الإسلامي ده إذا أنت كنت عايز يعني إيه تمنع إزهاق روح قاتلة يعني ما تروح تشوف بلاد جنبينا أصابها الفقر المتجح مثلا أصابها يعني سوقات في معيشتها مش هذكر أسماء بلاد عربي فخلاص القاتل ده هو الذي رقى إليه قلبك خلاص هو ده ثم يخرج هذا وبعدين أنت من إمتك كمواطن في شعب آخر جيت تبرع لمتام في دولة تانية هل هو مثلا ما رسع عملا فدائيا فأنت تريد أن تنقذ روح أسد الله المختار عمر المختار مثلا مثلا هل عايز تنقذ الأبطال بتوع حدثة دون شوي ما أنا عمالة جيب بقى مخي أنت عايز تنقذ مين عايز تنقذ شخص قاتل آثم معتد آثيم تجرأ على المجتمع كله لأنه طعن هذا المجتمع المئة مليون في أمانه ما أنا كده هخاف مش في الشارع ما ده لو ما تقتلش وتعدم أنا هخاف مش في الشارع هقول لبلتي ما تبشيش في الشارع هقول لمرطي ما تبشيش في الشارع وكل واحد هيقول للناس كد لأن في واحد بيطلع على المجتمع بيأتي للبنت ولا يحصل على إعداب لا شكرا السلام عليكم بقى نفضة أسيرة إنما إيه ولكم في القصاص حقيقة يعني أنت لما بتعدم هذا القاتل فإنك فإنك إيه تحيي النفس المشرية إزاي الكل حاسب بقى هتقرب وهتقتل هتتعلق في حبل المشجأة هتمشي محترم هتموت محترم لكن مين دول مين اللي طالعين من بلاد تانية يكلموني ومين اللي يكلموا محامي شهير وهل محامي شهير لسه محتاج شهرة هل محامي شهير لسه محتاج شهرة هل محامي شهير لسه محتاج فلوس هل هذا المحامي الشهير عنده صحة تسبح له بالترافع مثلا في هذه القضية يعني أنا بدور عارف لو محامي طالع كده ها تعالي بقى على محامي القاتل شاب محامي طالع يتكلم على إيه يدعو المصريين لجمع خمسة مليون جنيه لدفع دي عن القاتل يدعو المصريين المواطنين المصريين الذي جرى الاعتداء على حرمتهم العامة ما انت لما تقتل مواطنة في عرض الطريق والشارع جهارا نهارا فقد اعتديت على أمني واستقراري الخاص بمائة مليون مصري الولد ده ما قتلش نييره باز ده قتل أمان مجتمع بالكامل المجتمع النهاردة كله قاعد قاعد حاطت إيده على خده مستني يشوف الجزاء اللي ربنا قال فيه ولكم في القصاص حياة فهل أنت أيها المحامي الشاب الذي تبحث عن الشهرة ولا أذكر اسمك ومعرفوش وحقك تدافع عن القاتل والمحكمة إذا لم يتم يكون هناك محاميا عن القاتل فإنها تجلب له محامي للدفاع فالتبه تصور بزكائك قال لو زعي أن المائة مليون مصري اللي جرى انتهاك أمنهم في مشهة قتل نييره عليها رحمة الله نسأل لها الجنة أن أنت أدفع لك جنيه من جيبي علشان الولد ده هذا القاتل لا 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 عايز بقى تركب ترينت عايز تعمل حاجة لا وبقى فيه موجة كده ايه شوات حاجات عملت الكتب لك عاصل البت مش محجبة يعني والبت المش محجبة دي ايه نقتلها مثلا يعني وانت مال أهلك وانت مال أهلك على الهوى إنها محجبة ولا مش محجبة حساب المرء عند خالقه مين اللي دخل في دماغك إنك تقوم مقام الإله على الأرض وعايز أقول لك برضو المحجبة قتلت في الأردن إذن القصة مش محجبة مش محجبة وبنلعب لي وبنحاول نشوي سمعة القتيلة إزاي تلعب وعايز تشوي سمعة القتيلة أي أن كان ما قلته أيها القاتل أي أن كان ما قلته فلم يلقى صدى في قلوب مئة مليون مصري والكل يطالب بإعدامك لأن إحنا شفنا الجريمة في الشارع صوت وصورة لا يوجد أي دافع ولا أي مبرر يسمح لإنسان أن يقتل إنسان جهارا نهارا في عرض طريق ديني سبب واحد ديني سبب بقنا لماذا قتلت قول لي أصلا تقدمت لها فقاية ما خطبتنيش ووفيتش علي عاصل أنا كنت بكتبلها المذكرات وعشمتني أن أنا تجوز طب أنا مديري عشمني أن أنا ترقى اليوم ما أعملت شغلانة الفلانية ما رقنيش أنزل بقى أستنى تحت غزه يعني كل واحد موعود بحاجة ما حصلتش ينزل بقى يقتل للناس اللي في الشارع ده إيه ده ده إيه الهنة اللي احنا عايشين فيه ده فبالتالي لا بارك الله في من يدعو مثل هذه الدعوات ولا بارك الله في من يدفع عن هذا القاتل ولا بارك الله في من يريد أن يلوس سمعة هذه الفتاة الشهيدة الطاهرة البريئة لا بارك الله في أحد ولكن البركة هو أن نمتسل لقول الحق سبحانه وتعالى ولكم في القصاص حياة الحكم الأول صدر بالإعدام شنقا ودار الإفتاء ختمت وقالت أن هذا القاتل يستحق الإعدام الأمور كده واضحة بقي له النقط حقه القانوني لكن اوعى أي حد يستميلك أو يلعب لك في دماغك في قضية رأي عام لا وتذكر جملة واحدة أن هذا القاتل عندما قتل نيرا فإنه اعتدى على أمان وأم مئة مليون مواطن لم يعتدي على نيرا فقط أنت عارف لو أتلها خلصة كده يعني خلاص أو ماشي خايف من المجتمع زي الأضياء اللي أتل الإعلامية أو قاعد وبيداري جوس أو كله أتل وكله ليه حسابه بس ده راح كده جهارا نهارا في الشارع وبالتالي الرحمة اللي نيرا في انتظار حكم محكمة النقد لن نسبق الأحداث ولكن أنا برد على اللي عمل فيديوهات من خارج مصر وبرد على محام القاتل اللي بيكلم على طلب نجمع دية لأن القانون المصري لا يقبل دفع الدية لأن هناك في كل جريمة حقين حق القتيلة وحق المجتمع بمعنى إذا تنازل أهل الدم عن حق القتيلة فالمجتمع لا يتنازل يعني القانون سيطبق سيطبق ولكن شوية فزلكة شوية ترند حاجات بهذا الشكل وبنقول للباش مهندس اللي برا اللي عايز يدفع الكلام ده لو سمحت اتبرع بالفلوس دي لفقراء بلدك كلمة انتهت فيما تعلق بنيرا